أطلقت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اليوم استراتيجيتها الجديدة للسنوات الثلاث المقبلة 2023-2025 والتي تركز من خلالها على ترسيخ مكانتها بوصفها صوت القطاع الخاص ودعم اقتصاد أبوظبي وتتبنى الاستراتيجية ستة أهداف تركز على جعل الغرفات دعم الأول القطاع الخاص في المشاورات الحكومية وقناة الاتصال الرئيسية بين حكومة أبوظبي والقطاع الخاص وقيادة مجموعات العمل في أبوظبي ومركز بياناثري ذا صلة بالقطاع الخاص إلى جانب تقديم خدمات رقمية تلبي تطلعات مجتمع الأعمال وتواكب تطور المتسارع الذي يشهده الاقتصاد العالمي نحن طبعا تعرف على أساس أن نقدر أن نكون ضمن الأهداف التي قررتها الحكومة مجلس الإدارة شكل لجان واللجان استعارت باستشاريين عالميين لوضع هذه الاستراتيجية بحيث أن نحن نكون جزء لا يتجزى من خطة الحكومة في انفتاحها الاقتصادي وكذلك تفعيل تحقيق الأهداف التي وضعتها الحكومة للقطاع الخاص وشراكها مع القطاع الخاص بين القطاع العام والقطاع الخاص هناك تعاون وثيق ونتمنى الحقيقة خلال السنوات الجاية هذه تكون المبادرات منبثقة من اللجنة الاقتصادية المشتركة بيننا وبين دار الاقتصادية